موضوع مهم ويعني بيشغل يمكن كل الناس كل الناس بيعافي يعني الفجوة دي بتحصل امتى؟ يعني هل فيه النهاردة حاجة ممكن تحصل فنقول بقى بينهم فجوة هما الاتنين هل الأزواج لما يحصل بينهم الفجوة دي لازم يتداركوا الموقف بسرعة عشان الموضوع ما يكبرش كلمين عن الموضوع ده؟ أولا كده مش هنقول فجوات تعالي نصنفها بمعنى أوقع وهو الانفصال النفسي والتباعد العاطفي امتى ده بيحصل؟ أول ما تحسي أن البيت ده بدأ يفتقد لعنصر الحوار ولو مفيش حوار بيني وبينك حبطل أحس بيك مفيش شكوى لأن إحنا عندنا كده إيه للأسف شوية يعني بعض الرجال بياخدوا أن العتاب بتاع الزوجة وأنها بتدخله في جدال وأنها بتقلب المواجع وأنها ستة شكاية وستة نكادية وطول الوقت بتشتاكي لا مش بتشتاكي هي عايزة حوار ما تشتاكي المشكلة هي عايزة تسمع وراك وإيه؟ صحيح أنت وراك إيه؟ يعني اشتغل شوية واعد معاها أنا مرة كنت في حلقة قبل كده وبتكلم بقول أستت في حاجة للإنصاط لشكواها ولو مرة في الشهر يا ستة ما بيش بقول لك كل يوم مش بقول لك مرة في الشهر برضي يا دكتور يعني يعني إحنا بنقول ده في ناس بتقعد بالسنين ما بتتكلمش أنا كنت قاعدة مع حد وبعدين قال لي لأ أنت بتتكلمي في الانفصال لمدة شهور لأ أنا بقول لك سنين في ناس ممكن تغيب عن بعض سنين تغيبوا عايشين مع بعض في بيت واحد يعني إيه تغيب عن بعض؟ يعني أنا النهار ده مثلاً هل الغيب ده؟ معناه أن أنا ما بتكلمش عن يومي حصل فيه إيه؟ بغض النظر عن يومك أنت أكيد في حاجة مزع عليكي شايلة مني أكيد عايزين طول الوقت كده نتطمن على بعض اللي هو إيه؟ إحنا أول سنة زواج ليه بيحصل مشاكل؟ ليه؟ فيه صدام وفيه تخبط مش عارفة أراكي جيداً ولا أنت عارفة تقريني جيداً نقرأ بعض إزاي؟ إن إحنا طول الوقت نتفقد بعض ونتفقد مشاعر بعض ونتفقد الإنفعالات أنت سعيدة النهار ده بس أنت يتغير مودك في مسافة دقايق أو ثواني أكيد في حاجة دايقتك ما هربش ما هربش لما ندرس مع بعض المشكلة يعني إيه جماعة إيه الفكرة؟ وإيه المانع؟ إن إحنا نرجع سقافة الورقة والألم ما بيننا وبين بعض إيه هي النقائص الموجودة؟ وإيه هو الخلل اللي حصل؟ وليه مبللحقش المرض من أوله لما يكون التناني؟ يمكن الإيجو اللي عند الإنسان ما بيخلوش يتقبل أنه قدامه يقوله وللأسف ما ده بيوصلنا لمرحلة التورم ولما يحصل ورم نبتدي كده دخلنا في مشكلة خبيثة في الجسد أنا دايماً بشبه الحياة الزوجية بالجسد أنت لما الموضوع يبتدي الأول لأن أنت بتديت تتألم أن أنت في حاجة مفقودة ما بينك وبين شاركت حياتك أو أنت حسن في حاجة بتتكسر ما بينك وبين شارك حياتك ما تقعديه قدامك وتتكلمه بتهربه لي يا جماعة؟ وبعد كده نرجع ندخل أطراف من العائلة وبعد كده نبتدي نشوف حد يحللنا المشكلة طب ما إحنا نحلها؟ طب ما إحنا نبتدي؟ طب ما إحنا نتكلم؟ طب إحنا فقدة الاستماع أدى بنا إلى فقدان الاستمتاع بطلت إسمعك بطلت تسمعيني بقت حياتنا الروتينية وباردة وتخلو من أي نوع من أنواع السعادة طب إحنا إيه لواسطنا المرحلة دي؟ إحنا كنا عصفير كماريا في الخطوبة